صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجه الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهرية أضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي أنه وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتروح من 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرقة الوظيفية وذلك في اعتبارا من الشهر القادم